ما تفعله إسرائيل من هوجائية تجاه الفلسطينيين وغزة تجاه الضفة الغربية ويجب ألا ننسى الضفة الغربية تجاه ما يحدث في لبنان تجاه حماقة القوة التي يتحدثون بها تجاه العرب نحن قادرون على الوصول إلى أي منطقة في الإقليم نعم أي نقطة في الإقليم يعني تهددون الجميع وما هذا الجهد الذي بوزل على مدى خمسة واربعين عاما في المعاهدات وفي جهد السلام وفي خيار الاستراتيجي وفي محاولة إقامة النقاش فيأتي من يأتي لكي يتحدث عن التوسع وعن إسرائيل الكبرى وعن نحن نستطيع أن نصل إلى أي نقطة ونضربها نحن نهدد أي قيادة تعترض علينا أو تهددنا إيه كلام دا؟ إيه كلام دا؟ إن وراء دعم دولي يعني نجاحه في غزة مواققا من وجهة نظره اللي هو الإبادة إنه نجح مواققا لأنه لن يقتل المقاومة الفلسطينية مهما كان